اهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ساما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم والبداية دائما بعد هذا الفصل اهلا بكم من جديد البداية مع فقط بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنقرأ من الثورة التي عنونت الرئيس الأسد خلال لقائه عبداللهيان دمشق حريصة على التواصل وتنسيق المواقف مع إيران لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين كذلك كتبت الجعفري يبحث مع وفد الروسي سبولة تطوير التعاون في مجال الطاقة ومن الثورة إلى الوطن لنقرأ ما جاء فيها لليوم المقداد أي لقاءات سياسية مع الأتراك ستبنى على خلفية احترام سيادة واستقلال سوريا عبداللهيان العلاقة في أفضل أحوالها والتحضير لوثيقة تعاون استراتيجي طويلة الأمد والإرهابيون في خفض التصعيد يصعدون هجماتهم بتشجيع من ضامنهم التركي الجيش يشنوه هجوما معاكسا ضد النصرى شمال اللاذقية ويكبدها خسائر كبيرة أما تشرين فقد كتبت لليوم بمشاركة سورية بدء فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة لمناقشة جهود تحقيق الحياد المناخي وسياسي مصري الصامتون عن استمرار الحصار الظالم بحق الشعب السوري وشركاء في الجريمة وفي جولتين سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوس بوتين لن يتنازل عن تحقيق النصر في حرب أوكرانيا The New York Times عنوانت اليوم القمة الأمريكية اليابانية تحالف يستفز الصين الكارتين كان عنوانها العريض صفراء الغرب فقدوا الصبر مع النخبة الحاكمة في ليبيا زيادة عالية في الأجور وتحصين للمواقع وأخيرا البايس الإسبانية إسبانيا ترفض تسليم المغرب مطلوبا للعدالة منذ 13 عاما ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها حيث عنوانت صحيفة ماركا لليوم اتحاد جدة يعرض 350 مليون يورو راتبا سنويا لضم ميسي وبرشلونة يخططون التخلص من مدافعه غارسيا خلال سوق الانتقالات الشتوية كوريا ليدالو سبورت كتبت لليوم ميلان يتعادل مع ليتشي ويحتل المركز الثاني بترتيب الدور الإيطالي ونابولي يفوز على جوفونتوس بخماسية نظيفة نحو ثقافة حر عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية وجاء في تفاصيله تحديث ثقافة الجيل الجديدة كبيرة وطرقها ووسائلها اختلفت كثيرا ولم يعد التطور يحكمها بل إن وسائل التكنولوجيا الحديثة عبثت بالهوية الثقافية لأبنائنا وبدلت الحال في كثير من الأحيان هل تكفي عروض مسرحية متنقلة بين المحافظات السورية لتنمية ثقافة وفكر وعقل الطفل السوري؟ وهل يستطيع أبناء الأرياف حضور العروض المسرحية المخصصة لمسارح المدن؟ أو هل من نشاطات ثقافية تغطي الجغرافية السورية خاصة؟ وإننا على أبواب العطلة الانتصافية لطلاب المدارس التشاركية بين وزارة التربية ووزارة الثقافة والمجتمع المدني والأهلي والفعاليات الاقتصادية ضرورة في التفكير والنقاش والحوار والبحث لتقديم ما يلزم لإنتاجه ثقافة وطنية وإيصالها لأبناء الجيل الجديد كي لا تأخذها وسائل التكنولوجيا والفضاء الأزرق نحو ثقافة دخيلة لا علاقة لها بالهوية العربية والسورية والتراث الإنساني بسلعه في فقر اتحافة العدو كشفت صحيفة يدعوت أحرانوت الصهيونية عن تنظيم أحزاب وأطر جماهيرية تظاهر كبيرة في تل أبيب احتجاجا على سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبحسب الصحيفة الصهيونية حضر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية من استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين داعيا إلى حمايتهم والدفاع عنهم وفي فقد تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان الشعور بالتوتر أو الإرهاق في منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف وفي تفاصيل تغريدتنا اليوم توصلت دراسة نشرت على تويتر إلى أن الشعور بالتوتر أو الإرهاق في منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف وتم الحصول أيضا على البيانات التي استمر فيها المشاركون لتطوير الخرف من السجلات الصحية وكشف التحليل أن أولئك الذين قالوا إنهم عانوا في كثير من الأحيان من الإجهاد أو الاكتئاب أو العصبية منذ وقت مبكرا من سن الخامس والأربعين لديهم خطر متزايد بنسبة 17 إلى 24% للإصابة بالخرف يسافران عبر سبع قارات خلال ثلاثة أيام عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصبحة الأخيرة وجاء في تفاصيله سجل رجلان هنديان رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة جنس للأرقام القياسية بأسرع وقتا للسفر إلى جميع القارات السبع في 73 ساعة فقط وأوضح سجل الأرقام القياسية على موقعه على الإنترنت أن أسرع وقتا للسفر إلى جميع القارات السبع هو ثلاثة أيام وساعة واحدة وخمس دقائق وقد حققه رجلان هنديان حيث انطلق الرجلان من القارة القطبية الجنوبية وصولا إلى أستراليا وقال الثناء اليوم قد ننجح في تحتيم رقم قياسي لكن غدا سيأتي شخص آخر ويحطمه إنجاز عبر عنه مغردون باندهاشهم ليعلق أحدهم أعتقد ثلاثة أيام لا تكفيلي لسفر من ولاية إلى أخرى لأعبر فيها ثلاثة قارات إلى ريشة رسامي الكريكاتيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر